السلام عليكم. اهلا بيكم ازايكم? عاملين ايه? ايه يا جماعة في ايه موضوع السنوية العامة ده? موضوع السنوية العامة ده. انا لسه دلوقتي خارج بقرأ شوية اخبار كده. لقيت ان في ناس ماتت طلبة طلبة كانوا في السنوية العامة. ولما سمعوا النتيجة ماتوا. انا مش فاهم. يعني وقبل كده طول السنين اللي فاتت. ومن قبل السنين اللي فاتت ده من ايامي انا كمان. ما كنت انا سنوية عامة. كنت اسمع ان في ناس بتسمع النتيجة بتاعتها وتنتحر. يعني عايز اقول لكم كلمتين. يعني عايز اقول لكم كلمتين. كلمتين صغيرين قوي. اعتقد انا الاوان بقى للمنظومة دي. المنظومة الغلط دي. الفشلة دي. انها تتغير بقى. انا الاوان. انا هحكي لك. هقول لك. نبزة صغيرة كده. السنوية العامة دي. ازاي في اوروبا? او تحديدا في ايطاليا. ما هو انا عايش في ايطاليا. فانا هكلمك عن ازاي السنوية العامة دي. ماشية في ايطاليا. اولا يعني ايه? فشل السنوية العامة. يعني انا منفعل جدا لاني لسه والله العظيم بقرأ الاخبار دلوقتي لقيت في شباب شباب سنوية عامة ماتت حد كده. سمع الخبر سمع النتيجة. لا حول ولا قوة الا بالله العليه العظيم جات له سكت قلبية ومات. ايه الجرم ده? ده جرم يعني. دي جريمة بتحصل. في حق الولاد وفي حق اهليهم يعني. دي جريمة. كفاية بقى. انا الاوان انها تتغير لان هي سبت فشلها بكل المقاييس. ان عمرك وحياتك ومستقبلك وكل حاجة انت متفكر تعملها بتتلخص في دقيقة. فلاحظة انك تسمع فيها النتيجة. وورا الدقيقة دي سنين طويلة جدا من الضغط والاسترس والنفخ فيك يعني. الاهل والاصدقاء والمعارف والعيلة وكل الناس بيبدأوا ينفخوا فيك من اول ما تخش اولى سنوي. ده يمكن من قبل كده كمان. انت لازم لازم تخش علمي لازم تخش علمي علوم علم رياضة عشان تعمل كزا عشان تعمل كزا منتهى الجهل والتخلف العقلي. يفضل الواد عايش تحت ضغط تحت ضغط وتحت استرس طول الوقت. طول الوقت. سنين. المفروض ان هي بتكون سنين احلى واجمل سنين عمره. احلى واجمل سنين عمر الوقت ده اللي مفروض ان هو يتعلم ويتربى وما يبقاش عنده خوف ولا يبقى عنده هلع ولا يبقى عنده صرع ولا يبقى عنده قلق من اي حاجة لا. ده بيبقى موجود وبيبقى عايش تحت ضغط. ايه اللي بيحصل هنا? ايه اللي بيحصل هنا? في ايطاليا. مش هقولك في اوروبا كلها انا جايز ما عنديش الفكر. ايه اللي بيحصل في البلاد اللي حوليه? ولكن ممكن اقولك ايه اللي بيحصل هنا في ايطاليا? انا بشتغل في مكان في صالة تدريب رياضية فبيجيلي كل الولاد وكل الاعمار. الواد هنا بيدخل المرحلة السنوية دي دي عادي. المرحلة السنوية دي معبارة عن مرحلة عادية جدا. بيخلصها وفي نهايتها مفيش حاجة اسمها جاب مجموع. مجابش مجموع يخش فين? هو عايز يجيب مجموع عشان يخش ايه? مفيش الخرف ده خالص. الواد بيروح السنوية دي زيها زي اي زي يقول ابتدائي كده بالزبط. ايه اللي بيحصل بعد كده? بعد ما بيخلص. موضوع مرحلة السنوية ده هو اصبح بقى بيكون كده بالنسبة لهم اصبح شخص ناضج. اصبح شخص ناضج. بيقدر يقرر ويفكر هو عايز يدرس ايه اصلا? سواء كان بيدرس في السنوية العامة دي علمي مواد علمية مواد ادبية مواد تخصصية في اي حاجة ملاش علاقة هو كان بيدرس ايه? ان شاء الله يا رب يكون بيدرس بتنجان في السنوية العام. ملوش اي علاقة خالص هو هيعمل ايه بعد كده? بعد ما خلص المرحلة دي بيروح بقى يشوف انا عايز ادرس ايه? عايز ادرس طب. بيروح ناحية كليات الطب دي. والله انا عايز ادرس طب. بيدولوا شوية كتب. بيدولوا شوية كتب طبية علمية. اللي هي لو انت فاهم الكتب دي كويس حينفع ناخدك عندنا تدرس الطب. واحد عايز يدرس هندس. نفس الكلاء بيروح ناحية كلية الهندس. والله انا عايز ادرس هندس. طيب اتفضل خد الكتاب ده اقرأ الكتاب ده. ذكروا وتعالى نمتحنك فيه. لو نجحت في الكتاب ده اللي احنا دي نقولك ده يبقى انت مؤهل شخص مؤهل ان هو يدرس الهندس. وبناخدك تدرس الهندس. بغض النظر عن هو كان في السنوية العامة اسساً بيدرس ايه? ممكن يكون كابيدرس في السنوية العامة دي فندق. ممكن يكون كابيدرس في السنوية العامة دي استغماية players هو ما فيش ما لاحش اي علاقة خالص. ده فلم وده فيلم تاني خالص. ونفس الكلام على كل الكليات بقى. كل الكليات به الشكل ده. الواد ما بيحسش باي ضغط. ما بيحسش باي تعب. ما بيحسش باي عناء. ما بيحسش باي نوع من الانوع الاستريس. حتى اذا هو خد الكتاب ده. اللي هو كتاب اللي هو بيؤهله. ان هو ينفع يدرس الشيء ده او لا لو هو ما جابش فيه درجات كويسة فهو بيكون على قناعة ان انا لا اصلح لهذا الشيء خلاص انا لا اصلح لهذا الشيء ما بيكونش عنده مشكلة بقى ما بيكونش زعلان ما بيكونش منهار ما بيعملوش ميتم في البيت زي ما بيحصل كده انا شايف ميتم يا جنعان على الفيسبوك والله ميتم يعني الوقت يبقى مخلص سنوية عامة المفروض ان هي لحظة فرحة المفروض ان هي لحظة مرحلة انتقالية من مدرسة لجامعة وبيكبر وبينضج وحيبقى حاجة في المجتمع ايا كانت ايه هي الحاجة انت ممكن تكون اي حاجة مش لازم تكون مساستم نفسك على حاجة معينة لا ده يعني نقص ياخده العزة نقص ياخده العزة عشان الوقت ما جابش المجموع الفلاني اللي كان عشان يدخله الكلية الفلانية اللي احنا بقالنا خمس سنين عملين ننفخ فيه هي دي الكلية بتاعتك ايه ده ايه الجهل والتخلف ده ما كفاية جهل بقى كفاية جهل وكفاية تخلف بقى الناس عايشة في ضغط يقولك ده احنا عندنا سنوية عامة لا لا ما يفعش نصهر ما يفعش نخرج الوقت ما يفعش يروح ولا ييجي ما حدش يجي عندنا البيت ايه فيهلو البلكونة ما هوطو السوق ايه يا جدعان فيه يا جدعان عمر ده ما يولد نجاح وعمر ده ما يولد ابداع وعمر ده ما يولد انك انت ترتقي بالبني ادم ابدا انت كده عمال تاخد البني ادم حطه تحت رجلك عمال تدعس فيه يعني عمال تدعاسه وكده ليه الدعس ده غير كده الوقت اول ما يخش علمي سنوية يا عامة ده اول ما يخش علمي بس يا دكتور فلان دكتور فلان ليه يا ابني عمالت انفوخه النفخة دي ليه ان هو يبقى دكتور فلان ولا البشمهندس فلان وفرض ما عملش كده هو ما هو طول ما هو سمعك بتقول له دكتور فلان واخوه بيقول له دكتور فلان وخالته يا حبيبي انت هتبقى حسن دكتور في الدنيا وعميته وشاء ليه يعني ولو ما عملش حاجة ولو ما قدرش يوصل للشيء ده يبقى فاشل ما يمكن مش بتاعته يمكن مش قدراته يمكن مش امكاناته يمكن ما عندوش الملكة دي ده غير كده فيه ناس كمان بيخشوا الكليات اللي هي المعينة دي بناءا على رغبة الاهل بس التخلف منغولي آسف ان انا بقول كده وآسف لانفعال ده لك انا مش قادر اصدق ان الامور وصلت لدرجة ان يبقى فيه واد في سنوية عامة يسمع ان تكتو يموت يعني آسف يعني اعتقد بقى ان الاوان بجد ان الاوان بجد المنظومة دي تتغير بقى الواد يدرس سنوي عادي بمنطقة الحرية والاريحية والاستمتاع لانه في مرحلة عمرية بتستوجب السعادة والاستمتاع هو بيكون في المرحلة دي هو بهجة الاسرة اساسا بيكون حد كبر رايح يبقى راجل فبيكون بيكون بدأ يبقى ايه بدأ يبقى حاجة حلوة في الاسرة انت بتاخده بتكسر رقابته يدرس السنوية العامة عادي اسمه خلص سنوية عامة انت خلصت سنوية عامة شفت زميلك اللي كانوا معاك ده كان بيدرس علمي ده كان بيدرس رياضة ده كان بيدرس كذا اكتسبت اصلا مجموعة من الخبرات وانت درست حاجة معينة اكتسبت برضو مجموعة من الخبرات كل الفيلم ده يؤهلك بعد كده بعد ما تطبق كتب السنوية العامة دي خالص وتحطها على جام تقعد بقى مع نفسك كده تقول ايه انا عايز ادرس ايه بقى انا عايز ادرس ايه انا عايز اشتغل ايه انا بفكر اروح فين تبقى انت قادر على اتخاذ قرارك وتروح للمكان ده والله عايز ادرس عندك وتفضل امسك الكتاب ده يحلو تعرف تذاكره هتنجح فيه هتعرف تدي فيه هو الكتاب ده بيخاطب قدراتك اللي تتعلق بنوع الدراسة دي كتاب اللي بيدهولك ده هو كتاب بيخاطب قدراتك بيشوف قدراتك اللي بتتعلق بنوع الدراسة دي خدت الكتاب درسته راحوا يقيموك فيه لو كويس هتروح تدرس الشيء ده بسيطة من غير ضغط السنين ودروس السنين ومصاريف السنين وعيال تبقى متحطمة نفسيا ده الوقت بيحس ساعتها ساعة النتيجة دي انه خلاص روحه خلصت حياته انتهت مستقبله ده حرام كده ده انت ممكن تروح هنا في ايطاليا كمان ممكن تروح عشان تدرس حاجة معينة في مكان معين يدولك الكتاب تدرسه وما تنجحش فيه وترجع تنمتحن فيه تاني عادي ترجع تنمتحن فيه تاني عادي او يبقى السنة اللي بعدها عادي يعني الحياة مفتوحة قدامك وغير كده الاكتر كمان من ده ان اي حد ممكن يدرس دراسة معينة والدراسة المعينة دي خلصها خالص ويروح يدرس حاجة تانية لانه هو اكتشف انه مش عجبات دراسة دي عادي جد حد ممكن يدرس لاجة يدرس افوكاتو يبقى محامي مثلا وبعدين تلاقيه بعد ما خلص الفيلم ده كله كده رايح يدرس مهدص الدراسة بقى في الحالة دي ما بتبقاش ايه بقى ما بتبقاش تحت ضغط لا ده بتبقى يعني ايه وليدة حب ما عرفش ليه النت تقريبا يعني مش مظبوط ما عرفش اصلا البس كان مظبوط او لق طول الوقت ده كنت بقولك ان الراجل او الطالب بعد ما بيخلص دراسة معينة بعد ما بيخلص نوع معين من الدراسة هو ممكن كمان يغير ده ويروح يدرس حاجة تانية خالص مختلفة عن اللي هو دراسها لان الموضوع ما هواش استرس الموضوع ما هواش ضغط الموضوع ما هواش البيت كابس فوق دماغك لا ده الموضوع عبارة عن حرية واستمتاع بالدراسة وعلشان كده بيحصل فيه بقى نبوغ علشان كده بيقولك يعني بتظهر بقى المواهب بيظهر الانجاز بيظهر ان اي حد ممكن يقدم للمجتمع حاجة ما هو مش مضغوط حرام كده الناس التعبانة دي حرام الولاد اللي هما اللي ماتوا دول والله حرام والله مش ممكن يكون فيه مش ممكن يكون فيه كده في الحياة يعني استحالة كفاية كده بقى ياريت بقى الناس تسمع وتبدأ تغير المنظومة اللي هي مش عايزة تكرر كلمة فاشلة دي تاني يعني الواحد بيبقى شايف حد سنوية عامة مكسوف يكلمه يقول له مبروك ولا مش مبروك عشان الواد نفسه المفوض انه هو ناجح وبيعامل معاملة ان فيه عزة في البيت انا مش قادر اتخيل ان النظام ده والقرف ده لسه موجود كده كفاية كده بقى كفاية 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 كفاية